السلام عليكم قبل لا أدخل في هدف حوارية اليوم أرجعكم إلى موضوع خرافات مرتبطة بالبيض واللي ذكرنا في إحدى عباراته أن البيض البني يحتوي قيمة غدائية تقريبا مماثلة لما هو موجود في البيض الأبيض ما دام نوع الدجاج واحد وحجم البيض واحد أذكر إليكم مجموعة من النقاط أولا هذا الكلام البيض البني والبيض الأبيض ما إلى علاقة بموضوع البيض البلدي والبيض اللي يتم إنتاجه في المزارع التجارية اثنين هناك سلالات من الدجاج بطبيعتها تنتج بيض بني مثلا الرود آيلاند الأحمر البلايموث روك هدول في إحدى مراحل تصنيع البيض داخليا ينتج صبغة لبروتو فورفورين هي هذه اللي تخلي قشرة البيض تظهر باللون البني عاد أنت بتربي هذه السلالات تجاريا بتربيها بالطريقة البلدية هذا موضوع مغاير لطبيعة هذا الطرح هذا يختلف عن سلالة الليغورن اللي تنتج بيض أبيض بطبيعتها هذه نفس الشي بتربيها تجاريا بتربيها بالطريقة البلدية موضوع مختلف ثلاثة أنت لازم تحط في بالك بأنه لما تجيب الدجاج وتخليه يرعى بالطريقة البلدية يتنقل في منطقة مفتوحة يتعرض إلى أشعة الشمس يأكل مما هو موجود في التربة من أعشاب وبدور وحشرات هذا بيأثر على المحتوى الغدائي الموجود في البيض اللي ينتجه وبأثر حتى على طراوة اللحمة وهذا بيكون مختلف عن اللي يتم إنتاجه من نفس النوع في المزارع التجارية اللي محصور في منطقة مغلقة في مكان مزدحم بالدجاج ويأكل من الأعلاف التجارية عاد أنت تفضل طعم ورائحة هذا أو ذاك ده موضوع آخر بس أنت لازم تحط في بالك في نهاية المطاف بأن القيمة الغدائية للبيض عموما أي أن كان النوع أو اللون أو حتى السلالة بيكون تقريبا مماثل في علوم القيمة الغدائية الموجودة فيه من البروتينات وبقية العناصر أربعة وعبر هذه النقطة رايح أنتقل إلى موضوع اللحوم انت جيب خروف نعيمي خليه يرعف البراري يأكل مما هو موجود في تربة البراري يتعرض إلى شعة الشمس يتنقل لمسافات طويلة ونفس النوع من الخروف المعيمي ربيه في مزرعة مغلقة يأكل من أعلاف تجارية وشوف طعم ورائحة اللحمة الموجودة في الأثنين وأنت أحكم وأكيد عرفت المغزى خمسة وبها أختم هذا يخلينا ننكس على موضوع البشر شوف أنت جيب إنسان خليه جالس يأكل غداء غير مدروس ما يتحرك ما يمارس الرياضة شوف طبيعة الأمراض الموجودة فيه اللي رايح تتكون عنده أو اللي بتكون بوتنشيال إنه تتكون عنده مقارنة بالشخص يأكل غداء مدروس بطريقة منظمة وتلاقيه دائم الحركة أعتقد بأن المغزى والهدف وصل عبر هذا المثال ترجمة نانسي قنقر